في العام الدراسي وتوجه التلاميلي نحو المدارس بات التحدي تجدد التحدي بشأن انتشار جائحة كورونا التي شهد منحناها في الأسابق الأخيرة يعني انخفاضاً في عدد الحالات المسجلة لكن القلق ما زال قائماً خاصة ببدي المدارس في استقبال التلاميذ وطلاب سنناقش في هذه الحلقة سبل الوقاية في ظل هذه أوروف ومسؤولية أباء التلاميذ وأطلاق التربوية فيما يخص اللقاية من هذا الوباء يسعدني أن أصدف في هذه الحلقة دكتور سيدي ويلاماتو وهو الطبيب الرئيس لمقاطعة الكسار بولاية مقشوطة العربية مرحباً أهلاً سنفتح النقاش معكم ضيفنا بعد أن نتابع التقليلات التالية مع مقبولة لويسي مع تفشي فيروس كورونا في البلاد تغير نساق الحياة الطبيعية بشكل كبير حيث تأثرت بلادنا كنظراتها من دول العالم ولا تزال تعيش على وقع الضرف الصحي لاستثنائه بمقاييس عدة وتحاول التعايش مع الجائحة حتى لا يتأثر النشاط البشري أكثر بفعل تداعيات الوضع الصحي ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية في سبيل الحد من تفشي فيروس إجراءات لا تتردد الجهات الصحية في تكرارها باعتبار الوقاية خير من العلاج خاصة أن ما تتطلبه ليس أكثر من التحلي بمسلكيات مدنية وصحية أكثر تضخم الأرقام الوالدة في التقارير الصحية حول الجائحة غير المعادلات والحسابات البشرية حيث أصبح الاعتماد على الضبط الذاتي والاحتراز الفردي أهم الخطوات المأمور بها أخذ بالإجراءات الوقائية المحددة باتفاق على مستوى المختصين بمجال الصحة العمومية هذه الخطوات تساعدنا على التأقن بأننا نفعل ما بوسعنا لحماية أنفسنا كما تساعد مارسة رياضة على استرجاع الطاقة المستنفذة وتحسين الصحة في الوقت ذاته أهلا وسهلا لكم من جديد دكتور محمد بكم بداية نختيركم تعطونا آخر المعلومات عن الوباء اليوم بأنواعك شوط على الأقل بسم الله الرحمن الرحيم شكر تلوزة الوطنية الملتانية على هذه الحلقة ومواكبة هذه الجائحة من بداية حتى اليوم لا شك أن هذه الجائحة أن تطرح تحدي تحدي عالمي دولي وتحدي اقتصادي تحدي اجتماعي تحدي على جميع الأصعاد هذه الجائحة وزاعة الصحة واكبتها من بدايتها حتى اليوم والحمد لله شهدنا خلال الفترات الماضية خلال الأشهر الماضية انقفاض متسارع الحمد لله في الأرقام الأرقام المباية الحمد لله انخفضت يقير نتيجة كيف قلت وفتح المدارس ويعادة النشاط من جديد بشكل كامل لا شك أن هذا يطرح تحدي كبير ضد وجهة الجائحة الخطيرة بالنسبة للنواكشوت بدت في البداية من أرقام التصاعدية بشكل ما هو عادي ولاحظنا على مستوى مقاطعة الكسار والتبرق زينة ومستوى مقاطعة ولاية الماكشوت الغربية بشكل عام كامل كانت هي في البداية هي المتصدرة الحالة الوبائية على عموم المولتان ونتجة الانخفاض المتسارع لهذه الحالة مع مرور الوقت لاحظنا تراجع عمالي الحمد لله الماكشوت الغربية على مستوى مقاطعاتها بشكل كامل له نتكلم هنا عن الخطوات التي قامت بها المعلومة الصحية من البداية حتى اليوم نحن في البداية بتعليمات من وزير الصحة تم تشكيل فرق فرق فنية لمراقبة الناس القادمين كامل من خارج وكانت يوميا الناس المحجوزة في الفنادق تم حجزهم في الفنادق وتكفرت الدولة بهم جينهم من فريق طبي مكون من الطبيب ومكون من ممرض ومكون من صائف علم أمراض النفس هذا يوميا يمروا على جميع المحجوزين في الفنادق والحمد لله هذه الناس كامل المحجوزين لا يوجد أي حالة استربط إيجابية خارج الحجز هذا بالنسبة للحالات الوافدة هذا بالنسبة للحالات الوافدة كبداية من اقتراق الحالة الوبائية للكورونا مرحلة الثانية هي مرحلة انتشار المرض واكبناها كاملين في جميع المخاطعات ومورتهم بشكل عام كامل منظومة الصحية واكبتها بتشكيل فرق فنية هذه الفرق الفنية بالتعاون مع الرقم الأخضر 11.55 بدورنا نشاكرينه نحن كمؤسسات صحية مشرفة على هذا الوباء بالفعل فادنا حتى وقدمنا ياسر ياسر من المعلومات التي كنا فاصلين فيها هذا الرقم الأخضر يتم اتصال من أحد حالات الاجتباه سواء في مقاطعة يتصل في الليل نهار خلال 24 ساعة بالرقم الأخضر هذا الاتصال يتم تحويله مباشرة شار مسؤول الرقاة المباية في المقاطعة حالة الاجتباه فريق فني يشتغل على 24 ساعة من بداية المباية حتى اليوم ينطلق هذه الحالة الاشتباه ويجيه في بيته ويعدل فحص ويدأكد أنه حالة الاجتباه ويعدل فحص وينتدور النتيجة كان في البداية وكان له يأخذ العيّن من الحلقة أو الأنف هذه المرحلة الثانية لمرحلة انتشار وشهدت عمل جبار من جميع الفاعلين الصحيين وبدوري أشكرهم أيضا كاملين أنهم بالفعل فهم خطوات جسيمة كبيرة قامت بها المنظومة الصحية في بلادنا ضد هذه المواجهة ضد هذه المواجهة التي متينا ولا شك أنها مازالت ربما تكون بدايات إن شاء الله عدوا متفائلين لا شك أن الوباء شهد خاصة في الدول المجابرة عودة كبيرة وخطيرة وتدق ناقص الخطر بالنسبة لأي منظومة صحية معناها عن الوباء إلى تراجع منحناه قال أنتم تسيطر عليه أنه متوقع أن يرجع في وقت حسب التجربة لا شك أن هذا الوباء أنه حتى اليوم جميع حتى منظمة الصحة العالمية عاجزة عن فهم هذا الوباء بشكل مية في المية هذا الوباء بلدان معينة تراجع واختفى تقريبا لكن بلدان أخرى وأكثر قدرة وأكثر نشاط اقتصادي وأكثر إمكانيات من دول أخرى أرجع عمالي بشكل عنيف بشكل عنيف وبشكل مؤذي للمجتمعات مثلا نحن هناك جارتنا المغرب خلال السبوع الماضي الدار البيضاء تم إغلاقها وراجعت لفترة الحجر الحجر المسائي ما تيتحرك حتى عقب السادة والمدارس بعد نهارين من افتيحها تم إغلاقها لا شك أنه نبه المواطنين أنهم يذكروا أيام كنا دا حميس ما قدوا نحركه هذه لا ينساوها به التقييد حرية الشخص يا الله يفهم الفيروس وخطورته ما هو مثلا أنه لا الفيروس اختفى وأنه ترجع الناس كامل حياتها ويأثر على المنظومات الاقتصادي يأثر على نشاطك الاقتصادي يأثر على دخلك اليومي يأثر على صحتك ويأثر على علاقتك الاجتماعية لذلك يا الله دائما في بالنا لأيام الماضية كنا عايشين في هذا الرعب كنا فيه على الأقل يبقى جزء منه ولو بسيط أنه هذا بالفعل هذا الخطر أنه لا شك أنه مزال قائم وما حد ما فاتختفى وعلنت وزارة الصحة بشكل عام كامل ما أتت في أي خطورة يلا يبقى الحذر هو اليوم اليوم عندنا معطف جديد هو افتيح المدارس اليوم توجه الناس المدارس الشي طلب اليوم تعايشوا مع هذا الفيروس والحذر منه الشي طلب استمرارية الدراسة ودون يعني تفاقم الوضع لا شك أنه نفتيح المنظومة المنظومة التعليمية أنه شكل بالفعل شكل هاجس ومشكلة في الفيروس خاصة أنه كنا فترة حمول مجتمع كام 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 فترة حمول لكن هون فم إجراءات على مستوى الهل فم إجراءات على مستوى المدرسة فم إجراءات على مستوى التلاميذ من رؤوسهم لقوم بها لنتحدث عنها هذه الإجراءات بالنسبة على مستوى الهل يا الله الهل التلميذ ما يلا يمشي من عند المدرسة يكون لين يرصخ في ذهنه أنه يصقر يديه الموصبون سابق يمشي ولين يوصل المدرسة يصقر يديه الموصبون ويا الله يعود لعود الآباء قدوة للطفل والتلميذ يشوفهم يقوم بالعمل بالنسبة لهم يقتدى به بالنسبة للمدرسة يا الله الأطعمة كاملة الموجودة قدام المدارس يا الله يتم تجنبها بلينها يمكن تكون عنصر ناقل في الفيروس بالنسبة للمستوى الفصل يا الله يتم التباعد الاجتماعي قدرا المستطاع في المدارس والمدارس اللي تحتوي على طاولات يا الله الطفل يبقى لنفس الطاولة ولا يتحرك عنها مثلا الطفل اليوم على الطاولة ما يلا يصبح يقص طاولة أخرى ويتم متنقل بين الماكن يا الله أحيان عنده حيزة شغرافي معروف يلاقي طبعا قدرا المستطاع المدارس اللي عندها امكانيات يا الله الأهل يعد له كمامة كمامة ما يا الله يخلق الوقاية الصحية عد لابد منه ما خالق كون هو والله أموالي يعود متاح عنقامات تباعد الناس حتى لا نحن هنا نتكلم مثلا هو غري قدرا المستطاع هو مثلا لعاد مدرسنا عندها قسم موافحة التفاصلة وعندها كم محدد من التلاميد قدرا المستطاع هون لا يقولوا مثلا هي يا الله الدير اللي من التلاميد اللي لا ذاك اللي قد يتخلف ذاك القسم لك طريقة التباعد والله العاد ما متاح لاتبعدوك التلاميد تراكبهم وتدير لكن أقول يا الله ثم بالفعل التباعد على طريقة صحيحة يقال للأسف يجد بعض المدارس ما يلتزم ما يلتزم أنا أخترح لهم مثلا أنه مثلا المدارس تعدل فترة مناوبات مثلا الفاصل فيها 40 أو 50 يقل دين يقسم إنقرام على الصباح ودى حميس يقرر قسم الآخر كي قلنا قضية الأهل يا الله عبدالله كمامة إلا عاد ما هي متوفرة عنها غالبة متوفرة الحمد لله كامل صيدريات إلا عبدالله ما عندهم القدرة الاقتصادية أنهم يتم يوميا يشروا كمامة يعدلوا كمامة محلية مخيطة ويتم الشير يلبسها مع الصباح يرجعوا تنسقل أرباية عادية في العالم كامل موجودة بالنسبة المدرسة المدرسة يقوم بيك عملية التنظيف الأسطح بالمحل الجفل الممدد بتسعة ضعاف ما أعلم كاسة مع تسعة كسام تسعة كسام يتم يوميا يلقى ينظف فيك الأسطح يعدلوها وطبعا يحثوا ويعودوا قدوة اللي هم المدرسين يعودوا قدوة للتلاميذ أنهم ما يصافوا أو ما يسهلوا ويعودوا مريدين كما مات ويعودوا مرتزمين بإجراءات اللقائية المعروفة اللي عاد أخبر منها أخبر في المواطن قاعد الحمد لله من الطبيق فم قضية أخرى جو العام حالي جو خريف الناس تنقل بين الولايات الداخلية وتجابر عدل الندويات في بلد والتواهرات الكبيرة عادة تخلق في بلد هؤلاء هؤلاء المظاهر اليوم بالمناسبة بس محال الناس تخرف وتتم اللامة قيدة ما هي متناسي لكل إجراءات هؤلاء المظاهر اليومية هو الالتزام الالتزام دائما بالإجراءات الوقائية يرجع الفكرة رقاش ومدى خطورته وعيه ومدى خطورة الفيروس ومدى تأثيره على عاداته اليومية وعلى كيف قلنا قبلين يرجع ويذكر أنه كان مقيد حريته أنه ما يقدر يقبض يركب فيها داحميس وقيم ما شيء أبسطها معنى أنه يذكر أن هذه الإجراءات التي تم إلغاءها يكساعد قلت ترجع الصبح لا قدر الله وتنفرض من جديد وينفرض حجر على جميع المقاطعات وعلى جميع الأماكن ويفرض يذكرها ويذكر النوم الذي عنده آباء في السن معينة وذكر أنه عنده قربين وعندهم أمراض مزمنة أنه لا قدر الله يقب ينقالهم الفيروس يعود في سبب يعود هو الشارك في سبب وفاة حد منه لا قدر الله الناس كاملا يتخرف الأساسي الأساسي في قضية قضية الراحة كاملة يقب 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 هي قضية تباعد الاجتماعي حد بينهم ما يطروا نصف مع رقاش وصلك من المصابحة لا شك أنه تقريبا 80% من من العناصر المسؤولة عن نقل الفيروس أنه اجنبها أنه حيّدها عنه ولا شك بالفعل هذه فترة خريفة بالفعل أغلبية الناس كاملة مثلا ياسم الناس يقعد ما ملتزم بالنصائح وللأسف ما ملتزم بها يقال بعد ما هو يا الله حد شاف للدول المجاورة أو شاف العالم ورجوع الفيروس بذلك الشكل المانع يعرف أنه فيم ناقص خطر يالله يتم لك الإجراءات تم متبع ما دام فيم وجود خطر وهو يعني تناقص تسجيل الحالات ما يعني عن الوباء عن نوعات مقف أنا لا أعتقد أنه فيم تناقص في تسجيل الحالات بقدر ما فيم غياب لطلب طلب طلب الفحوص نحن مثلا في المقاطعات الكسر كنا في الأشهر الماضية ساق الخريف كنا يوميا نتلقى من 100 اتصال و200 اتصال من 1555 نتيجة أغلبية المواطنين سافروا شور مناطق نائية وحيانا لا يوجد تغطية للشبكات محمول وذانيا المولي مثلا ما هم مستعدين لطلب إجراء التحاليل أصبحت المدينة التي فيها محدود مدن كامر بشكل عام كاملي التي فيها محدود وتحرر من ذلك الحذر التي كان موجود أيام موجود كورونا في عودة الناس عودة أغلب المواطنين لأماكنهم واختلاطهم من جديد في العاصمة وفي المدن الكبيرة لا شك أنه لا قدر الله يشكل غهور موجة جديدة ما هي بقدر غهور موجة جديدة إنما بقدر غياب الفحوص التي كانت الله تجرى لهم في كل مناطق النائية التي لم يطلب إجراء التحالي بها إذن معناها حالة عن تراجع عدد الحالات المسجلة سلسل راجع لتناقص عدد الفحوص راجع الطلب طلب من المواطنين طلب الفحوص الفحوص متوفرة نحن هذا مثلا يوميا فم فريق حالا موجود في المركز الصحي على مدى 24 ساعة لذكره أن جميع عمال كوفيد 19 تم إلغاء عطلهم السنوية مثلا نحن نشتغلهم بداية السنة حتى اليوم تم إلغاء العطلة بسبب جائحة وهذا الإلغاء معناها فم فريق مستعد إلى 24 ساعة موجود ولذن أكد أن أي حد عنده أي عراضي معروفة عراض كوفيد عنده صعوبة في التنفس عنده حماء عنده سعار جاف والله شاك هو أنه مخالط لرقاج مدران كان إيجابي يتصل مباشرة طبعا بـ 1855 ويحول 1855 ما زال يشتغل 1855 ما زال يشتغل ما دامت الوباء موجود وهو الوسيرة الوحيدة بين الربط بين المريض وبين بين الكادر الطبي وقلت عنه الجو حالا هو لك تأثيرات المناخية حالا في الفترة درجت الحرارة مختفعة شنو هو لا كان عين قال عنه قد يعود بأحار حتى شفت هو هذا الفيروس كيف قلنا كان ذاك عن ذيك ذاك الرأي والله كان تعزز والله صدقيته لأنه تخلنا المناخ له ذاك الرأي ذاك الرأي لا يعتد به به في بلدان بلدان الخليج لأكثر حرارة من نحن وحرارة توصل للخمسين وخمس وخمسين لا زال يشهد ارتفاع فيها ونحن ما الحمد لله ما أنه قاعد في موسم الصغير وموسم الخريف اللي اللي ما ما أقوله لك من الحر حتىها خاصة في الداخل اللي حكونا معتدين أنا أقول أنها لا الناس أنها في الداخل وخاصة في البوادي أغلبها في البوادي وأغلبها مثلا ما هو مستعد ما هو مستعد يتنقل يكعد الفحص يتنقل يكعد الفحص عندما قاعدوا الحمد لله جاهدين عن رسول إن شاء الله ينغص إن شاء الله ينغص غريف معناها أن لأينا أرجعوا لللي قلت قبيل في أخبار عنه ورجعوا لبعض من البلدان معناها أن اليوم يا الله أنتم ولا أنت توقعوا لكل مرحلة حتى قاعد مثلا إلى علمة الوزارة والله لأ هاتفهموا الشرات على أن الروس ما مثل المنتشر أنا لا يا الله تم الدحيرة ترقب أن ذيك هي سياسة والله يكلبوا أرى اللي تقلتهاها ريوع ذيك هي سياسة الوزارة الوزارة بعد مفاجأتها بالموجة الأولى اللي كانت بالفعل مفاجئة لنا كاملين لا يلدغوا المؤمنون في الجوحة مرة ثان وارتأت إنها أنها تبقى على نفس العاصر المسؤولة عن كورونا كي قلتها تم يلغاء جميع العطال السنوية لها وتستغل متواقف العناصر موجودة والفحوص موجودة لكن طلب عليها قريد يقير هذا العنصر المهم في بقاء لا أقدر الله لعله تخلق الموجة ما أفضل لها مثلا إذا أخرقوا حالات تم دائما تعدل الفحوص دائما تعدل الفحوص إذا أقدر الله تتخلق الموجة إذا هو أنت تفضل لها بالعجلة ما تبغطك كيف كيف ما أعدلت لك الموجة الأولى والأعراض ما زالت الله هي نفس الأعراض العراض هي نفس الأعراض فيما عراض عامة منها الحمى من السعال الجاف ومنها الإرهاق وهذه هذه عراضة خاصة جدا مميزة له فيما عراض غير وصفية كيف الحرقة في الحلق كيف النازلة كيف الراس وجيع الراس وكيف فقدان حاسة الشم والذوق هذه عراض فيما عراض خطيرة هي اللي حد حس بها يالله مباشرة يتوجه كي منها صعوب التنفس منها غياء من القدرة على عدم الحركة والكلام والنطق وألم صدري مانع أو العراض الثلاثة حد حس بحد منهم مثلا حد حس بواحدة منهم يالله مباشرة إما يتربان الهداش خمسة وخمسين وفي حالته ما استجابت له يتوجه شور أي أقرب مركز والله أقرب مستشفى لأن أكد هنا أن جميع المراكز الصحية وجميع المستشفيات الصحية مفتوحة فيهم وحدات خاصة خاصة بكوفيد وحدات مازالت مفتوحة وعمالها مازالوا يطلعوا يوميا في جميع قلتوا المراكز المستشفيات في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة الصحية ما في أي مركز صحي موجود حالا في عموم موريتان ما فيه وحدة خاصة بكوفيد متوفرة على الفحص وتعرف هي لإني أتأكد الحالة تعرف هي طريقة أمر إليه يتم التكفل بها بالنسبة للمريض والله بالنسبة للمخارطين كامل مثلا هي تعرف تعرف لجراءات اللي تقوم بها وبالنسبة لأصحاب هيك الأعراض والناس اللي الناس ش منها حالة عاد بهاللي قاعد دائما عاد وهل الطب يقولوا للمريض والله شأنه لا يحجز راسه حتى حد قاعد فاته شخص فيه المرض يقولوا لي يحجز راسه في الدار ويراقب حالته الصحية يقول ش من الناس اليوم قاعد يقمن في راسه هيك الأعراض وبالتالي لا يقعد قاعد لا يقول أنا قاعد لاجيته ولا لا يقولوا لي أني نحجز راسه لكن هذا كان سلوك سليم هذا ما هو سلوك سليم بهاللي بهاللي أولا نحن ماذا لأين نجينا ماذا لأين تلقى واتصال من حالة اجتباه عنده عنده خيارين إما نتنقلوا نحن وموجودة عندنا سيارة موفرتان وزارة الصحة نتنقلوا نحن شور المريض وفي داره ونعدلوا له الفحص ونبحثوه ونأكدوا والله ننفو حالة الإصابة والله ما يجينا هو في المركز الصحي والله يجي للمستشفى في قلت لك جميع المراكز الصحية موجود فيها بحث كورونا أي مريض جاء أنا يوميا مثلا نفحص أرواقش لأنشك بأي حاد مثلا منهم أنه مصاب كورونا وبعض الصحة لأنني أعدلوا تست هذا تست لهي عقباك لهي نقبل مخارطين لنسوله الشخص عن المخارطين كاملين ونحصرونهم ونتموا مراقبينهم عندنا رجال الصحية مراقبين المخارطين كاملين خلال 14 يوم أي حد منهم ظهر شيء من العراض لأنه المشهول ومالي فرقاء وتفحصه والله مالي ما ظهر شيء من العراض بعد 14 يوم نعدي منهم نفحص كاملين ونشاه وكان فيه محد إيجابي تختلف هذا الشخص من رأسه عاد إيجابي لا أقدر الله عاد إيجابي يقضي أعود بالفعل ما عنده أعراض ولا أحاسب شيء بالفعل كي تنتظر لا ينصح أنه يعزل رأسه في غرفة خاصة وطبعا عندها شروط شروط معينة قيتم تكلوانها ما هي خاصة شتكلم عنها هذا الشخص مثلا ليحجز رأسه في غرفة يا الله تعبد مثلا غرفة مهوية في التهوية وتوصل للشمس وعندها حمام خاص بها زين فيها عندها حمام خاص بها وإلى عاد ما هو متوفر فهم الجامعة حددها وزارة الصحة مكان الحجز رقاج ما عنده الإمكانيات القدرة لأنه يحجز رأسه الحجز السليم ما زالت تعمل حالا موجودا والجامعة متوفرة في المعايير كل حد محجز ويلا يعد عنده حمام واحد متوفرة فهم حمام ما هو حمام مشترك قال عنده لجهان هي المسؤولة عن التنظيف يوميا يقدر يكير رواية ما هي متوفرة على دار معينة مثلا منزل يقدر يقدر ينظف الحمام بطريقة الصحيحة لكن الجامعة فهم لجهان الصحية هي المسؤولة عن طريقة الوقاية هذا الشخص مثلا كيف قلنا لا يقدر الله يقدر يعد مصاب بمراض مزمنة يقدر يعد فيه السكر يقدر يعد فيه ضغط ويقدر يعد فيه قصر كلوي عدل تصفية هذا الشخص والله مثلا من السن طاعم في السن هذا عوامل خطورة يا الله ما يا الله نهايا يقول أنا أراني مصاب كورونا أنا قاعد احتمال مصاب كورونا ويقعد في بيته لأنه لا يقدر الله في أي لحظة يقدر تطرى له أعراض جديدة وتعود مهددة بالنسبة له مهددة لحياته لين تعود فهم كانت أصلا مراقبة صحية له ويوميا مثلا على اتصال بالفريق الصحي أي تطور الأعراض مباشرة يتم ناقله بسيارة إسعاف المركز الصحي المسؤول عنه شهر المستشفى وتم التنسيق بيناتهم ويتم ناقله بطريقة صحيحة أشبه لا أشبه أكيد منها لاحظنا قطعنا فقدر من الحالات الوفاة للأسف ببداية الجائحة أغلبها ما يطلب الرعاية الطبية يتأخر حتى في طلب الرعاية الطبية خاصة كي يقلنا من الأمراض المزمنة واللي ينتج عنه للأسف حالة وفاة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة ولا شك أنه هذا الفيروس أنه أخطر أكثر خطورة على الفئة العمرية الكبيرة شوي والأمراض المزمنة كيف الناس اللي عندها صارت طنات مناعتها ضعيفة والناس اللي عندها التصفية والناس اللي عندها السكر والناس اللي عندها ضغط هذا لا شك بالفعل أنهم يأثر عليهم بالنسبة للناس اللي فاتتخطة فاتت بوحة وبرات لك لك لم يزالت معرضة للمرة أخرى هذا هذا الناس في بعض التقارير لما هي ياسرة حتى أنه بالفعل يرجع ويصيبها مرة أخرى وأنا من نفسي شفت حالتين خلال تجربتي في كورونا من بداية ضرق شفت هذلت حالات هذلت حالات في الكسر رجع لهم كانوا مصابين وبرعوا بشكل نهاي ورجع المرض من جديد من جديد لهم وقال الحمد لله رجع أقل خطورة أقل خطورة وينقلوه طبعا طبعا ينقلوه هو هو الفيروس الحالة الطبيعية من خمسة أيام حتى تعرض الفيروس بعد خمسة أيام إلى ست أيام يبقى نقل المرض يقلوه من نهار الأول إلى نهار الساد وفهم احتمال مثلا في منظمة التصحقات أنه إلى 14 يوم يقارب على شك أنه الأسبوع هو الأسبوع النقل الحقيقي بالنسبة للفيروس والمريض يعني اللي ما عنده أعراض ينقلوه زاده سواء اللي عنده أعراض سواء اللي ما عنده أعراض وهذه هي خطورة الفيروس لأن شخص ما يعرف هل كان شخص كان مصاب كان مصاب ولين أكده أن الكمامة أهم هي لشخص مصاب شخص مصاب ما يلا نهاية ينزع الكمامة به اللي نزع الكمامة مثلا في زيارته مثلا لين أكد أنه مريض مثلا شاك هو أنه فيه لقدر الله مصاب مثلا المرض يجي المركز الصحي والله والله المستشفى يلا قبل ما يجي يدير الكمامة به اللي هو أهم احتمال كبير ونقعد مصاب ووضع الكمامة أساسي خاصة في الأشخاص اللي مصاب الأشخاص السليمين ما هم ناقلين شي ديرين الكمامة ويقاية لهم هما ويقاية لهم هما إياك يحماهم من الطرف الآخر لكن هذا الشخص اللي مصاب لين يضع الكمامة عاد معمودانا إن شاء الله حامي الناس كامل اللي قدامهم جاي الدكتور اللي يواصل معكم بعد أن نتابعه ومداخلات بعض الواطنين قسل اللي دين والكمامة والتباعد سمعت باذ الاجتماعي كلها عن اللوخة سمعتني وكلها في أماكن أعمومية كنا مولئ نفس الشي نقبل الكمامات وكنا مولئ بعد ما يطر الله عن اللوخة اسمعك اللي يصيب إن شاء الله نقضع للمرض اللي هو بين الله تعالى اللي نقال لكورونا ومرض خطير باللي خير حد يقود انتخذ قراره لأنه يقبل حضرة من الرواية سابق جي حد يرعاها سابق جي حد بعد ما أسأله رسول أسأله والدي والله أسأله الناس اللي يجيبنوا مع الوباء خطير باللي خير فيكم حنا قاب الشي موريتاني يقول أنه مو خالق قرب أحد توقع منه بعد ما يخاسر إلي طالبي من عند وزارة الصحة الاحتياطات والحالات الاحترازية حتى لأن هذه البلاء ربما ربما تعود لا قدر الله جاي منه عاصفة ويغلتنا نحترز والله إذا نختار ما نختار التضييق على المواطنين يغلل مولي الحالات الاحترازية واجبة ويا الله أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في حلقة اليوم من سيديو الحادث ضيفنا فيها دكتور سيديو لما توطيب الرئيس بمقاطعة الكسر إذن الدكتور كنا نتكلم عن قضية ناقل العدوى ومثلا من ينقل العدوى وقلتوا أن المريض السليم إن صحى التعذير اللي ما ظهر عليها أراض أن ينقل العدوى أكيد وتحدثوا عن ضرورة الكمامة للمصابين والله المشتبه بهم معناها هذه ضرورة الكمامة سيانة فيها المصاب اللي فاته شخص اللي صابته واللي مصاب والله الشخص اللي مزال المشتبه فيه هي الكمامة لا شك أنها ضرورية ضرورية خاصة بالنسبة لشخص المصاب إجبارية مثلا ما فيها ما فيها خيار لا شك أنه لما يضع كمامة ويعود أحد أي رقاج في غرفة معينة ومسافة معينة لا شك أنه احتمال كبير من يقال العدوى الشخص الشخص اللي ما فات وأكدت إصابته قلنا أنه يزور المنظومة الصحية كيف شاكم عنده عنده العراض ولا مصاب جاي المركز الصحي والله جاي المنشأة الصحية يا الله يضع الكمامة بشكل مباشر بهلي ليس ما يضعها لا قدر الله الفريق الفني الذي يعدل الفحص يقل ينقاله العدوى ووضعها في الأماكن مثلا اللي فيها فيها قدر من الناس كيف قلنا بالنسبة المدارس المدارس يا الله التلاميذ كامل يقل يقل يوضع كمامة والمعلم يقل يوضع كمامة والكمامة لا شك مثلا كيف قلنا مثلا ما لا بد تقل كمامة طبية معدلة خارجين كمامات بجده عالية يا الله يضعها الكادر الطبي اللي له عائن مثلا الحالات المؤكدة والحالات المشتببة كورونا يقل حد مثلا تلميذ والله حد مثلا مواطن عادي يقل والله مثلا ما عنده اختلاط بحالات الإيجابية يقل يقض كمامة مصنوعة محليا ويتم صالح أنه يقصرها يوميا ولا شك أنها تعود حاجز أمامه بالنسبة للإيجاب هذا اللي يضع بعض المواطنين اللي ثام عنده إيجابية وعنده سبيات عنده إيجابية ما حد حد مسكنوا بالوضع يكان بها لا شك أنه يتم واقع عد الله كيف كيف الكمامة يقل يقل بلي اللي ثام طبيعا يقل ويرقب يقب هو ذلك كان من القدام يدخل النظر يقعد كان قاب فيروس قدام ودخل مباسرة وتنشر لذلك هو قضية البيس الكمامة عندها وضعية خاصة مثلا حد له يقب الكمامة ينطرها من الزازوائي اللي فيها ويكرد أطرافها ويخرص فيها الشريط من فوق فيها حديدة عايدة يلي يا الله تعود فوق الاخنافر بشكل مباشر يعني يحددها ويخرص من رأسها كان فيها ثقوب كانها مقعورة والله مقعورة ويتم بالنسبة الكمامات الجراحية اللي خبرها تعود أسران ويجي الكثير يا الله الأخضار منها يعود بالنسبة لهم ويتم ويتم إقراحها بنفس الطريقة ويكرد ذن قراني منها اللي كانت مقابل لهم ويتم التخلص منها بطريقة سليمة في قمامة مثلا ما كم فترة هاي هون تكرون بفترات مدة صلاحية الكمامة هي هذه قضية وزيرة بالنسبة لقضية الكمامة الكمامة الجراحية الخضرة اللي تنشاف بالنسبة أصلا معادلة للناس اللي يتمارس مهنة الطب ومسؤولة عن مثلا في غرفة العمليات ومسؤولة مثلا معارضة أمراض أخرى أكثر خطورة من كورونا هذه ينقال عنها ذرة الساعات وفهم كمامة كيف تحايلها تصالح لسبوع إلى عشر طيام موجودة مثلا يقال حدي تم يقلعها ويردها حدي تم يقلعها ويردها يقال مثلا مردها بحالته وقال يعني ما تحصل معارضة مثلا لأنه وهم كمامة المحلية اللي عد الرجاء مشتراوط وتم يصقلها يوم كلها رقع يصقلها تم يصقلها وتودي تم يصقلها وتودي لها بالنسبة هي حاجز قدام أي إصابة إن شاء الله وكامل يهم أنه قضية تقسيل اليدين بالموصب هذا يهم هي مواضة كمامة وعدم استخدام اليدين بالنسبة للفم والأنف والعين قال المخارج كاملة حد سللك منهم أيضو غالبا ما لين تغلل الفيروس جيد فم بحديثكم قبل عن أصحاب المراض المزمنة زاد هم يقدر يقود ألا اللي منهم كان حال عاس يقدر يقود ألا خفف في ذاك شوي خاصة عم فيهم وحدين عند مواعيد متابعات مع الطب يجول مواعيد في المستشفيات هم السلوك يلتزم به ويتحرك ويجول نشاطات يعدلهم كيف قلنا قبل لا شك أن هذا الفيروس أنه أثر على المنظومة الصحية وأثر على المنظومة الاقتصادية وأثر على جميع جوانب الحياة المجتمع ومجتمعات العالم كاملة لكن في النهاية لا بدهم للتعايش معه مثلا ما تقبض كثير من البلدان قفرت في مرحلة معينة وصلت القناعة أنها لا بد يفتاح كل شيء بالنسبة لمراض المزمنة الناس اللي عندها مراض المزمنة يا الله حد منهم قاعدوا معاد مع الطبيب يضع كمامة يضع كمامة ويعود عنده كحول دائما 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 يقبض الفم والرأس والله يمس طابلة معينة والله يتم دائما على الطبيب ويمس كيدي يقلنا عن وجهه بشكل عام كامل وتم دائما عنده مساه معينة مع على أشخاص الآخرين ولا الحق قدام والناس مرانقين في مركز صحي والله في مستشفى يحاول يجنب ذاك الرقم يكبار رقم ودائما أي طابور موجود عنده أرقام يكبار رقم ويمشي عن ذاك تعاصر الناس اللي ما هي ملتزمة ما يقعد بعض وكيفتها باللي هو أكثر خطورة أكثر عرضا للخطر ولا قدر الله إصابة ولا شك أنها تعود أمثن من الناس الأخرى هذه الإجراءات ما دام ملتزم بها إن شاء الله ما إن شاء الله ما عنده مشكلة هم 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 الأمراض المزمنة من تلك كان في معينة منهم مرض منهم معين هو يقدر أختار عليه والله أكثر تعرضوا للعدواء من غير من الأمراض المزمنة العدواء مثلا هم كامل معرضين العدواء بنفس المرحلة بنفس الدرجة لكن خطورة تختلف من شخص إلى شخص مثلا شخص مسن وعنده لا قدر الله أمراض خبيهة ويتعالج مثلا عند الرينكولوجيا هذا لا شك منعته تقريبا منعدم وأي إصابة حتى قاعد نازل من راسها بالنسبة لقاتلة ولين أكد هون وضع الكمامة أنه أصلا داخل الإجراءات الوقائية يا الله الطبيب ما يلا يكون ما يلا يعدل الاستشارة يكون أنه يعد وضع الكمامة باللي يصلنا أمراض الأخرى اللي يقلنا الأكثر خطورة تيبركيلوز مرض السل الرئوي ومراض أخرى خطيرة جدا يقالها مثلا أنك تعدل الاستشارة ولا يجب أنك بضع كمامة هذو الأشخاص مثلا مريض عنده غسيل عنده صفي والله مريض عنده سكري ما هو مضبوط وهذا يختلف مثلا أنت مريض عنده سكري مضبوط وعنده علاج متابع وأمور طبيعية مريض عنده سكري غير مضبوط ومرتفع وفوضوي بشكل ما هو عادي والله مريض عنده ضغط متابع مع الطبيب خصائي امراض القلبية وضغط بشكل طبيعي وما كيف مثلا مريض اخر ضغط مرتفع متذبط مرة يطلع مرة يكب ولا عنده أي متابعة تختلف الخطورة من مرحلة معينة شوار مرحلة معينة زين هذا قلت مثلا عن صحاب هؤلاء لامراض معرضين قلت يعود لامراض اخر ما هي كورونا بالنسبة لكم بسمحال قلت نخرج من تجربة كورونا بثقافة صحية مثلا تجزمنا بالحذر من جميع المراض اللي ما هي كورونا قلت أي امراض قد توهر والمراض كانت موجودة وكنا ما نحن من هذا لا شك ان هذا الوباء خلق وعي صحي وعي صحي خاصة في مجتمع نحن وفي كثير المجتمعات العالم والأخر الوعي الصحي يبدأ بالنظافة شخصية بالنسبة له كشخص النظافة الصحية دائما تبدأ بالنسبة لشخصية تبدأ بغاصل اليدين نظافة اليدين اليدين هو وسيلة لنقل الأمراض بشكل عام كامل هما يقلوا الإسهال هما من الإبات أو التهابات الكبد ينقلها ملي لا اليدين مثلا كثير من الأمراض تمنق لا عن طريق اليدين وهذا الحث والتأكيد على غسل الأيدي الماء والصابون بشكل يعود عادة وعادة جزء من عادة ترقاش هذا لا شك أنه يترصخ في الأجياء القادمة وفي ذلك الجديد يعود جزء من ذقافة مجتمع معين لا شك أنه يلعب دور كبير في الوقاية من كثير من الأمراض جيد من ذلك كنتم على مستوى المؤمنة الصحية سجلت مثلا تراجع بعض من هذه الأمراض التي كانت تخلق دائما موسمية كي خريفية كي إسهالات كي حساسيات مثلا سجلت فيها تناقص بفعل الالتزام بالإجراءات الوقاية من كورونا خاصة النواف خاصة هذا لا شك صعيب أنك تجزم مية في المية أنه هذا التراجع ولا تراجع مرض معين مسؤول عن التزام المواطنين معينين بهذه العادة التي طارية جديدة وهي ليالله لا شك يقال الحمد لله نتيجة الحمد لله ملاحظين تراجعوا لسناءات خلال السنة وتراجعوا نياس لمراضي خلال السنة يقال المالي قدعوا ذاقع بسبب الحمد لله السنة سنة خليف جيدة وأغلبية المواطنين ما توقع في العاصمة عادوا عادوا بوادي معينة يقال 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 راجع لذاك ويقال عادوا مليا راجع كي قلت لهذه الالتزام للمواطنين بهذه الإجراءات التي كانت في البداية انهاء وقايا من كورونا لكن في نفس زرق الكاتر ترطرين هي مليا عادت وقايا من كثير الأمراض كثيرا من المشاكل التي تأثر على صحة الإنسان وشنه التفسير الدكتور اللي دائما تعد الحالات ما محكم مقبال على المنحناء كان وقضضان مثلا تم مرة يسجل حالات متناقصة إلي أن يسجل ملي اختفاء شوي ويعقب ملي يسجل يسجل ملي منخفاض هذا يرجع ما مفروض أنه ترى أنه تم اختفاء إلي أنه تم خفض تم الامخفض هذا طبيعي ما هو ذاك الانخفاض اللي مثلا نحن سجلنا اليوم حالتين والصبح نسجلوا ألف حالة ذاك شيء ما هو طبيعي لكن اللي نسجلوا مثلا اليوم 11 والصبح نسجلوا 25 أو 40 هذا شيء طبيعي في ذلك المنحناء تمال في ذلك المجال تماله طبيعي به اللي تختلف من مثلا مرضى معينين أنهم حسوا بأعراض معينة وطلبوا الفحص وحدهم قاموا مثلا وحدهم قاموا لكن هارب صدفة وحدهم يحسوا العراض ولا طلبوا فحص يتعلق بالأشخاص من رؤسهم في زمن أواج الأزمة كنا نقال لنا عنها نسمعوا دائما وقلوها لطباء عن فترات معينة فترة ينقال لها فترة الهيجان والفترة الزروة وأنا عندها كمية معينة من السابع 12 سبوة أعتقد والله مهم باطن تقريبا عن فترات الفيروس كلها عندها فترة زمنية من درحنا اليوم في أي فترة أي مرحلة من مرحلة الفيروس لنرجع شوي لقضية الفيروس أنه ما تقاس ورن بعدد عدد عدد الإصابات المكتشفة هو يقاس بعدد الحالات الموجودة في النعاش عدد الحالات المحجوزة في المستشفيات محجوزة في النعاش هذه المهمة لكن الإصابات بحد ذاتها لا تعبر عن الحالة الوبائية الدقيقة نحن الحمد لله بالأمس ومن الموجودين في المستشفيات جميع مستشفيات موريتان في حالتين الحمد لله عندنا ذرة 115 حالة النشطة وعندنا من يامس واصلين 7200 حالة عندنا للأسف نترحم عليهم 161 حالة وفات نسأل الله أن يتقبلهم مع الصديقين والشهداء وحسنا أولئك رفيقاء إن شاء الله بالنسبة لذروة بالنسبة الفيروس معين هو مخيوف من الفيروس أنه يشكل ضغط على المنظومة الصحية على المستشفيات بذلنا كلما ارتبعت الإصابات كلما نزادت نسبة الحالات الخطيرة وهذا منحة متتالية رأي ذنبتها لذين يزادوا عدد الإصابات يزادوا عدد حالات خطيرة ولذين يكثروا عدد الحالات خطيرة عن قدرة المستشفيات على استيعابهم إلا قدر الله يخلق ذلك يخلق ساعف أوروبا في إيطاليا وفي بعض البلدان يعود يخير كان ذا الشخص من دراك من داره على الجهزة العاش والله ما يندر عليها بالمستشفيات ماتت قدرت استوعاب ذلك الكامل الكبير ونحن الحمد لله وفضل الله إن شاء الله وفضل الناس القائمين على الصحة وعلى التعليم وعلى الصحافة ومحمد الله في جميع في آث المجتمع الحمد لله ومعنا مشاكلين وما وصلنا إلى كل مرحلة بدأنا مرحلة ووصلنا مرحلة معينة لا شك أن الحمد لله تعبات فيها مثلات فيها المستشفيات بالحالات الخطيرة لكن الحمد لله بفضله قل ينملي الحمد لله ورد الحالة اللي موجودين فيها ولكن المنحنى راجعين أنه ما تيوصل لي كل مرحلة للحق القساع إن شاء الله إحنا حالة شنه شنه المؤشر اللي تعطي الحالة عندنا مثل المعطيات الموجودة عندنا عدد الإصابات وعدد الوفيات وعدد شنه حالة المؤشرات اللي تعطيها الطبية نحن نحن عدد الإصابات كي قلنا سبعة ألاف ومتين حالة الشفاء منها تمثل 94% 94% وهذه نسبة الحمد لله مرتفعة عدد الوفيات 2% وهذه نسبة مقبولة نسبة مقبولة في البداية كان يقال عنها ارتفعت شوي في البداية شنهدت ارتفاع في بدايتها قد يكون الارتفاع فيها هو عدم الكشف عن الإصابات به هو الرقم متجانس مع عدد الإصابات ليه تكتشف إصابات جديدة لا شك أنه عدد الوفيات ليه تناسب اكتشفت مثلا مئة وفات واكتشفت ألف ألف إصابة لا شك أن الرقم ليه عدد مرتفعة حتى يقال ليه تكتشف أسبعة تلاف والله ثمان تلاف وهذا يلعب طاقم الصحي دور مهم فيه به اللي يتم فيه البحث البحث نحنا يقول يعدل استقصاء أي حالة مثلا ما يتم تعاون معها كي أنها حالة منذردة يتم التعاطي معها كحالة وعندها مخالطين كاملة ويقول مخالطين كاملة ما فيه أي حالة برق اللي يتم البحث عن جميع المخالطين ويقول المخالطين أغلبية الحالات تكتشف فيهم أربع حالات إيجابية والله حالة إيجابية ربعين وإنتما ندرك أنكم حالة جميع الحالات تبدو تجزموها عن جميع الحالات اللي قط جاتكم مصابة وصلتوا المخالطين كامل لا لا نحنا نحنا نقدر نوصلولها حسب المعلومات اللي قبالنا عن المريض أي مريض مثلا جيناه يالله عد هو صادق مع نفسه ويعطينا المخالطين طريقه ما نقدر كذبه يعني يقول أنا مخالط لفلان ولا فلان ولا ينقيم موعدينهم ونحصوهم عندنا ونتموا مراقبينهم ونعطلونا بحوص دورية يقال اللي يقبال هو يشحد عنا مثلا مخالطين معينين نحن ما نقدر نجزم لك بشكل نهاي يقال نجزم لك أن أي حد مخالط تم التعامل معه بطريقة الصالحة وحال اليوم المخالطين تعاملوا معهم وما زال نفس تعاملوا معهم في بداية الجائحة هو نفس الإجراء لكن للأسف بعض المخالطين ما ملتزمين بالحجر أنت المخالط معناه شنو مخالط معناه أنه حد كان أقل من ميطر مع رقاش وما كان واضح كما معه والله يصافح معه والله يوكل معه في قدح واحد هذا ينقل له مخالط أما حد مثلا مثلا يشتغل مع رقائي قال ما هم جابري ينقع مثلا حد بينهم مسافة مع محي ما ينقل له مخالط إيه أن يعود مخالط هو الإجراء لبداية كورونا مخالطين يا الله انحجروا مدة 14 يوم 14 يوم ذيك هي اللي تعود آمن إن شاء الله أنهم ما يعدوا ما يشكلوا خطر في نقل العدوى للأشخاص الآخرين وهذا ولي الله في مرحلة معينة تم تعاون مع وزارة الشباب الرياضة اللي هي وزارة الصحة تعاونت مع وزارة الشباب الرياضة وشكلت اللي جان هاو اللي جان كانت تجي الناس اللي مخالطين اللي كونتاكت نسموهم تجيهم في بيوتهم وتعدلهم تحسيس وتشوفهم منذ رأي كان هم ملتزمين بقضية الحذر والله والله ما ملتزمين به لكن في النهاية هو مجتمع نحن مجتمع نحن الفيذ اللي من بالفعل ملتزم به آآ جازي بالخير إن شاء الله وفي مره اللي جازي بالخير إن شاء الله ما هو ملتزم إن شاء الله لا يعد ملتزمين كامل إن شاء الله لا يعد ملتزمين يا وانتم لاينا رجع حالا لقضية الدراسة اللي هي حالا موجودة والاخرية فيهم اش لا يتوجه آخيرا في الدقائق آخيرا من البرنامج المعنيين الحقل التربوي كامل سواء كانوا آباء أو طلاب مثلا لأن الحمد لله الطلاب والتلامية فيهم محددين عندهم مستوى من لوعي شوي وكذلك الطواقم واللي التربوي آآ بسم الله الرحمن الرحيم أنا لنوجه كلمة كلمة للجميع كلمة آآ احنا عندنا التعليم جزئين تعليم حر تعليم نظامي آآ التعليم الحر لا شك أنه عنده الإمكانيات أكثر آآ وعنده القدرة أكثر وعنده الوسائل وسائل عائدات مادية ما شاء الله يوى تعليم النوامي تقصد يالله مثلا يركز حتى على قضية التباعد الاجتماعي بالنسبة للتلاميذ يالله يعد قدر المستوطع كيف قلناك بي الخيار الخيار يالله يتم تقسيمه يتم تقسيمه شبنه يقدر مع الصباح شبنه يقدر الدحميس ويالله أي حد طفل يالله على الأقل أي مدرسة يالله يعد عندها ترمو ترمو هذا قياس درجة حرارة يقدر يشريه من السوق متوفر موجود يجي إلى أي مركز صحيح يقدر لا يستعار منه يقدر يحصل عليه بطرق معينة أي طفل عنده ارتفاع درجة حرارة والله ولاحظ عليه أنه عنده سعال جاف والله صعوب في التنفس هذه مباشرة يالله يتم عزل الطفل عن بقية كلاميت ويتم اتصال بالمقاطعة التي هو فيها يتصل مباشرة باللجنة المسؤولة عن كورونا ويتم التعاطي معها بشكل مباشر بالنسبة للهل يركي قلنا بالنسبة للهل يالله يالله الطفل الذي هو نتكلم عن الطفل سابق بكالوريا مثلا في المرحلة ابتدائية مرحلة اعدادية يالله يتم تأكيد عليها أنه يقصر يديه الموصاو السابق يوخا يعد جزء من الثقافة بالنسبة والعادي يقصر على شم الكحور يديره دائما عنده الامس شم الأسطح والله عقم يديه ووضع الكمام هذا مهم وتمنص حمال لأنه قضية الوكيل قدام المدارس يالله يجنب تماما ويالله ماللي الجهات الوصية تعد مراقبة مراقبة تدابير كاملة وتعد مدقة فيها حتى جيد شكرا جزيلا إذن أعزائي المشاهدين إلى هنا نصل ختام هذه الحلقة من برنامج السيديو الحدث نشكر في ختامها ضيفنا الدكتور سيديو اللماتو الطبيب الرئيس لمقاطعة الكسر نشكر لكم مشاهدين الكرام كرام المتابعة إلى أن يتجدد لقاؤنا هذه تحياتنا ترجمة نانسي قنقر